السلام عليكم انا عيسين صرجد وفي هذا الفيديو يريد أن نشارك معك قصة من النصر قصة زوينة في عبرة هذه القصة من الرجل الذي سيضع في الطريق هو يلقى بيضة من النصر لا أعرف ماذا يقوم بذلك البيضة اخداها ومشحطها في عش ديال الدجاج في قصة البيضة وخرج ذلك النصر وكبر وتربى مع الدجاج فش كبر ولا يسحب راسه الدجاجة ولا تهو يقوم بحلوب حلوم ويذهب على الأرض ويأكل في الزبر ويقلب على الدود والحشرات ويقتنع بأنه الدجاجة في أحد اليوم الأيام كان يرى السماء ويتبالي شيئا بالي واحد طيار كبير يتعرف السماء بين الضباب واحد طيار لفخور براسه واحد طيار يخافه منه سوى الدجاج صحابه وقال لهم قالوا لي هذا النصر هذا الملك الطيار لا ترضيش البال لأن هذا النصر ومجرد الدجاجة ومجرد الدجاجة وفعلا ان هذا النصر عاش ومات ويسح براسه الدجاجة هذا هو الحال أغلب الناس اللي عايشين في الدنيا حاليا خلقنا باش نكونوا باش نعيشوا بحلال نصورة وأغلب الناس عايشين اللي عايشة ديال الدجاجة بحالي لله خلقنا باش ناكلوه ونشربوه وننعسوه باش نتزوجوه ونتوالدوه يعني الله سبحانه وتعالى ما خلقناش باش نكونوا خلفاء ديالو في الأرض باش نخدموه باش ننكريو دار باش نتزوجوه ونربيوه الولاد وفي الأخير مات ومتسموه وفي الحقيقة ما ادتي الواجيب لا والو انت فتقلت على الكورة الأرضية واحد ستين ولا سبعين عام ومشيتي لكي ادتي الواجيب وفعلا يعني انجزلك المهمة لاشخلق الله سبحانه وتعالى وأنه يكون عنده شي حاجة يعني عمر هذا الأرض عمره بالمعريفة عمره بشي حاجة لكي تنفع الناس يعني اي اير تخليتي الناس ركي تنجزلي شي حاجة اما لك انت حياة كلها ومتخدمك تأكل وكتشرب وكتنعس حتى نرمدتي ركي مدرتي تشي حاجة في الدنيا أول حاجة وأهم حاجة خستك تديرها هي تبدأت بتطل الأفكار ديالك هذا هو الأساس خستك تعرف شكونتها فعلا بتطل ذلك الأفكار الانيزامية ذلك الأفكار يجيب لك الإحباط والأفكار يجيب لك بأنك مقدر تدير وهكذا لا تقوم بكفي القدرة انت لا يحدود القدرة اللي اعطاك الله إنسان هو مخلوق اللي لاعندوش واحد لحد قام الحيوانات بلاحد إلا البشر هذا المخلوق هذا الوحيد لا معدناش واحد لحد لأننا نقوم نوصل فيه ونقف ونقوله من الملايين السنين خلقنا الله سبحانه وتعلاق باقي نتقوم بتطوره ونزيده في المعريفة ونزيده في الدكاء ونزيده في الاكتشافات وفي الاختراعات يعني ستكتعرف بأنك انت وحد المخلوق لله سبحانه وتعلاق بلك يعني مجرد انك تبدا تقول بسم الله تاوي وكان عبد الله في اي حاجة كلمة او اي حاجة بغي توصل لها الكون كله يساعدك باش انك توصل لك الحاجة لان الله سخر لك ذاك الكون يعني خسك سعرف بان فعلا عندي قدرات لا محددة ما تقولش انا ما قاريش ولا انا ما عنديش خبرة ولا ما عنديش مستوى ولا انا ما كان عارفش نظار ولا ما كان نديرش هادك حواج مجرد مجرد اوهام اما هيرتبدا شو حمل انسان اللي كان صافر شوف قرار كتوبة قرار كتوبة ولا شوف سماع القيصات دي الناس اللي كان عود وش حمل واحد اللي كان لاش يكين بنا ما كان يمسح كي كي سري صبابة في الزنقه ولا ملياردار يعني كي حمل واحد كان فقير ولا اغنياء بكون فاياكون الله سبحانه وتعالى هو الاول مدبر الامر في هذا الكون هذا اي حاجة يقول لها اكون فاياكون يعني انا عرفك لداخل ديالك بغي توصل وكتجتاد باش انك توصل شي حاجة رايقول لها اكون فاياكون وفرمشة تعين اطلقى رأسك وصلت لها بلا قدرات بلا قرأة بلا مستوى بلا لاتSa اشي حاجة خسكيرت بداية توكل على الله الله يقول بسم الله توكله على الله وحواذ يتفاجئ انت برسك سافت معنى رأسك انت غديتفاجئ كيفاش انت غ trovات إحجاب وتتكعتشف حواجا وتعلم حواجا بحى السرعة لي انت غديتندهش بigent trajectory沒 اكتشعر بتأني عندي هذه القدرات وبعنليان ان نقدر نضرب هذه الأحدى البعد التيانة نضرب هذه الطريقة وبعنليان ان نصرف ولا نضرب هذه الأية الضرق� czym أنت ستفاجئ أراضك براسك مجرد أنك تبدأ وكما تبدأ ستتبطل الأفكار لأنك مدام لديك هذه الأفكار أنك تتجاجة لا ستتجاجة ستتعرف أنت شكو أنت وكما تعرف أنت ستقرأ أول كلمة نزلت في القرآن أول كلمة نزلة الله سبحانه وتعالى في القرآن كان ممكن أن تكون أول كلمة يا الله أو الرحمن أو إسمه ولكن بدأ من كلمة إقرأ لأنك لم تقرأ لا ستتعرف أي شيء لأنك تغير عقيدة أو تغير سلوك أو تغير أفكار لأن الإنسان يتغير كله بصفة عام لأنه يقرأ القراءة التي تجعلك تبطل كيف تقرأ؟ تقرأ تجارب كيف تقرأ تجارب كيف تقرأ تجارب الناس أخرين يعني الإنسان الذي يعيش حياته كلك يخص لك ذلك الحياة في ذلك الكتاب ويعطيه لك لك تقرأ لك تستفيد من ذلك الحياة كاملة التي يعيشها في 60 أو 70 عام تقرأ عنها في صمانة يعني تستفيد من ذلك التجارب تتعرف الأخطاء التي تجعلون الناس تشاهد الإنجازات التي تجعلون الناس تجعلون الناس التي كانوا في الوضع تجعلون الناس التي كانوا فقراء أو تجعلون الناس يعني ترى كيف تعلم منهم ما هو الحاجة التي تجعلون الناس تجعلون الناس في حالة تجعلون الناس تجعلون الناس التي تنمي عندك الرغبة لك تتبطل لك تطموح لك وعندك أهداف لك تتحلم لك تتحلم كنا نعرف ذلك الآية وكنا نقرأ أن الله لا يغير ما بقومين حتى يغير ما بأنفسهم أي شخص قلت لك أعرفه ولكن لا تعرف ما هو المعنى الحقيقي فعلا إلا أنت تتبطت لك تتبطت لك تتبطت لك تتبطت لك أن تغير رأسك لا تغير المجتمع ولا تغير الأسرة بداية تغير رأسك أول شيء و أهم شيء لأنه ما يعيش فيك سببه هو الأفكار والأفكار لديك سنين كامل تتبطت لك إلى الأحيان التي تغير discussed تتبطت للأفكار لم يكن من الممكن أن تتبطل أنك تجهزة نفس الروتين والأفكار والأفكار وكانتسنى حياتك تتبطت لك لم يمكن قيد أفكار وذلك الإنسативة لا يجعل السلوك والسلوك ولا يجعل حياتك كلها تتبطت لتخير به كل ما يتبطت حياتك وهي تغير إثبات بسيطة في حياتك اليوميا هنا كثيرا يجب أن تبتل بشوية وشوية وشوية ترى حياتي وحتى الحاسيس تقول لديك الرغبة بأنك تريد نجاح ووصول لأنك ترى أشياء بسيطة تحقق وتعطيك الرغبة بأنك تحقق أشياء أكبر وما حد أنك تزيد في الطموح أكثر وتريد أن تصل إلى أهدف اليوم أكبر هذه هي القصة التي تربى مع الدجاج ولكن يسحى برسو الدجاجة لذلك أتمنى أن تكون وصلت العبرة وأنا متأكد إن شاء الله أن تكون وصلت ذلك العبرة وصلت الرسالة التي تريد أن تصل لك في هذا الفيديو وما تنسى أن تشترك وترجم إلي عجباتك الفيديو وإلي عجباتك القصة لذلك ترجم للفيديو واشترك معنا في القناة ونتلقاك في الفيديو الجاية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة